أعلن رئيس الوزراء التركي بن علي يلدرم أن قوات بلاده تحقق تقدما في العملية العسكرية ضد المسلحين الأكراد البكك شمالي العراق وقال يلدرم أن العملية العسكرية ضد حزب العمال الكردستاني في جبال قنديل تتقدم خطوة خطوة مبينا أن القوات التركية دخلت بعمق 40 كم في المنطقة وسيطرت على مساحة تقدر 400 كم مربع ترجمة نانسي قنقر